السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي معكم محمد عزة وهذه قناة اللغة الإنجليزية محمد عزة أكسفورد وفي ذكرى ميلاد هذه القناة تلاتة تسعة نبدأ منهج الصف الثالث الإعدادي تونتي تونتي تو الفين اثنين وعشرين في كتابنا المميز كتاب المعصر هنشرح وهنحل جميع أسئلة الكتاب وياريت نتابع مع بعض وياريت قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس لتصل لنا الفيديوهات الجديدة وتعالوا نبدأ يونيت وان الوحدة الأولى لسنز وان ان تو الدرس الأول والثاني يونيت وان الوحدة الأولى بعنوان أراويند تاون أراويند تاون أراويند تاون التجول في المدينة حول المدينة لسنز وان ان تو الدرس الأول والثاني فوكابلري المفردات كي فوكابلري المفردات الرئيسية الأكثر أهمية أراويند تاونيشاة أراويند تاونيشاة تأخذ حرف الجر يستعير من شبين سينتا تير بلانتز روينز تولوشن نييتر ريزير أريا سفينكس تنطق ف ف نكلود ناتشرا ناتشرا فاكتفا فاكتفا فيلج فيلج جرانبيرانس جرانبيرانس إيوانت يوسفل مدن و أماكن هامة سمالية سمالية سيويز كانال بورتسيد لايك تمساء ناتشرا ساينز ميوزيوم جيزة جيزة بعد كده تصريف الأفعال غير المنتظمة المضارع المضارع الماضي تصريف الثالث تيك توق تيكن جو وين جن رن رن سي سد سد سي سو سين بلد تيلت تيلت هير 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 بعد كده تعريفات هامة ادرس هذه التعريفات أكواريوم متحف الأحياء المائية ترى فيها أسماء جميلة البنك البنك تقدرد وتداخل المال تقدرد وتداخل المال حدائق نباتية ترى الأشجار ونباتات شيقة المكتبة تستعير وتقرأ الكتب هناك مركز رياضي يمكنك لعب كرة الطائرة والتنس والألعاب الرياضية المختلفة بحير منطقة كبيرة واسعة من الماء تحيط بها الأرض اليابسة منيومنت يعني أثر شيء يبنيه الناس لتذكر حدث أو شخص هام بيسفل بيسفل مسالم أو هادئ قام أن كوائت ترافيك حركة المرور كارز لوريس أن موتور بايكس ذات يوز رود سبيشالي خاصة حصوصا مورذان يوجول أكثر من المعتاد وبعد كده عندنا متلازمات لفظية يعني إيه؟ يعني فعل بعد منه اسم معين دو تينز دو تسين 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 وبعد كده عندنا نص استماع رائع جدا لسيني الاستماع تسين كتاب الطالب كتاب الطالب صفحة رقم ثلاثة مونة تقول إيه؟ يا ترى هلو داليا I am at the library في المكتبة لاحظ إني library أخذت حرف القرقات where are you؟ أين أنت؟ داليا hi مونة كيف أصل إلى المكتبة لاحظ يعني يصل إلى من المحطة يعني سر في خط مستقيم لاحظ حرف الجر كامل المسافة كامل المسافة يعني أكي يمر بي استديري يسارا داليا أكي يعني أكي موافقة منا walk past the botanical gardens walk يعني سيري بجوار بمحازات الحدائق النباتية داليا I am walking past them now great after the botanical gardens turn right استديري يمينا داليا turn right after the botanical gardens ok منا then take the second road on the right سيري في الطريق الثاني على اليمين can you see a restaurant هل ترينا مطعم I think I can see it it's on the corner على النصية لاحظ حرف الجر on the corner منا walk past the restaurant مري بالمطعم the library is between the restaurant and the museum والمتحف opposite the bank بمواجهة البنك thanks منا see you soon أراك قريبا وتعالوا نشوف نص آخر محدثة جميل on listen to على الدرس الثاني students book كتاب الطالب page number five صفحة رقم خمسة نادر my name is نادر اسمي نادر I live in Alexandria أعيش في الإسكندرية with my mom مع أمي my dad وأبي and my two brothers أخواتي الأولاد الأثنين Alexandria is a very historical city مدينة تاريخية جدا with lots of famous buildings بها مباني كثيرة مشهورة جدا ruins بقايا هذه أو لبعض المباني and monuments but it's a modern city too مدينة حديث and there are lots of things to do there lots of things الكثير من الأشياء to do لكي نفعلها here هنا at the weekend weekend أخذت حرفي جر آد خد بانك I like to spend time with my family حب قضاء الوقت مع عائلتي on a Friday أيام الأسبوع تأخذ حرف الجر on on a Friday afternoons we usually go to the park نذهب إلى الحديقة but sometimes we go to a museum نذهب إلى المتحف or to the aquarium أو إلى متحف الأحياء المائية I love watching the fish أحب مشاهدة الأسماء on Saturdays I visit my grandparents أذور أداد they live in أليكسندريا يعيشوا في الإسكندرية too I enjoy playing chess أستمتع بلاعب الشطرنج لاحظين جوي يليها الفيربلس I-N-G with my granddad مع جدي he's very good at it جيد في لاعب الشطرنج but sometimes I win أحيانا أفوز وتعالوا نشوف جودي وهي بتتكلم عن مدينة أسوان My name is Judy and I live in أسوان عيش في أسوان It's a busy city مدينة مزدحمة with about one and a half million people مليون ونص من البشر يسكنون في أسوان and there is always a lot to do at the weekend هناك أشياء كثيرة يمكن أن نفعل On a Friday morning I sometimes go shopping أذهب للتسوّر Go يأتي بعدها الفيربلس I-N-G أسوان is a great place of this أسوان is a great place for this مكان عظيم لذلك There are lots of interesting shops هناك الكثير من المحلات الشيقة and I love going to the famous market أحب الذهب إلى السوق المشهور I also like to go to the botanical gardens أحب أن أذهب إلى الحدائق النباتية or the nature reserve On Saturdays I do my homework وأدي واجبي do homework and in the afternoon I go to the sports center for my squash lesson لدرس It's my favorite sport إنها رياضتي المفضل Reading وقت القراءة On listen to الدرس الثاني Student's book كتاب الطالب page 4 صفحة رقم 4 I am a sheriff and I live in Ismailia عيش في الإسماعيلية which is between port 7 ما بين بورسعيد and Suez والSewiz The Suez Canal قناة السويس runs through the city تجري وتسير في المدينة before it reaches the sea قبل أن تصل إلى البحر يقصد البحر الأبيض المتوسط إسماعيلية is beautiful جميلة There are attractive buildings مباني جذابة interesting monuments آثار شيقة and lots of gardens الكثير من الحدائق around 350,000 people حوالي 350,000 شخص live here يعيش هنا في الإسماعيلية since traffic is slow ولأن المرور بطيء there isn't much pollution لا يوجد الكثير من التلوث إسماعيلية is peaceful مكان هاد peaceful but it isn't pouring ليست مملة there are lots of things to do هناك الكثير من الأشياء لكي نفعلها especially at the weekends في نهاية الأسبوع on Friday afternoons I often go to lake تمساع أذهب إلى بحيرة التمساع which is near the city قريبة من المدينة with my family مع عائلتي it's a beautiful lake إنها بحيرة جميل with beaches ولها شواط around it حولها on Saturday mornings أما في صباح أيام السبت I have tennis lessons أخذ حصص ودروس التنس at the sports center في المركز الرياضي at 9 a.m. في التاسعة صباح sometimes I go swimming أذهب للسباحة in the afternoon بعد الظهر with my friend سيد مع صديقي سيد there are some interesting museums هناك بعض المتاحف الشيقة إن اسمالية my favorite يعني متحفي المفضل is the natural science museum متحف العلوم الطبيعية because I am interested in animals لأني مهتن بالحيوانات It's a good place to go at the weekend at the weekend في نهاية الأسبوع بعد كده نص آخر عن مكان المعيشة I'm listening to الدرس الثاني workbook كتاب التدريبات page 73 I live in a small village عيش في قرية صغيرة in the south of Egypt جنوب مصر at the weekend في نهاية الأسبوع I usually do the same things أفعل نفس الأشياء on Saturdays I get up أستيقظ at 7 a.m السابعة صباحا then I always do my homework وأدي واجبي after breakfast بعد الإفطار at lunch time وعند الغداء I visit my cousins أزور أبناء عم we like to eat together أحب أن نأكل سويا then in the afternoon بعد الضر I often play games ومارس الألعاب الرياضية with my cousins مع أبناء عم what do you do ماذا تفعل وبعد كده تعبيرات وحروف جرهامة جدا important expressions and prepositions قول معايا find some facts about find some facts about يكتشف بعض الحقائق عنه take the second road take the second road on the lake on the lake for about 20 meters for about 20 meters run it through run it through there are a lot of things to do with peaches around it with peaches around it have tennis lessons look like look like it is a good place too it is a good place too more than usual more than usual find the places on the map find places on the map come home by come home by come home by تعالوا نشوف بعض الملاحظات since تأتي بمعنى منذو وتأتي بمعنى لأن يعني تساوي because تعالوا نشوف مثال I have lived in Cairo since since منذو ويأتي بعدها تاريخ السنة 20.05 وكمان تأتي بمعنى لأن he didn't go to school لم يذهب إلى المدرسة since لأن he was ill لأنه كان مريضا around يعني حوالي وكمان تأتي بمعنى حول كظرف مكان round مستدير صفة adjective إذن يليها الاسم round face وجه مستدير interesting يعني شيق أما interested تأخذ حرف الجر in بمعنى مهتم بي interest يعني اهتمام go يأتي بعدها الفعل مضاف له ing go shopping يذهب للتسوى أما do تأتي بعدها that do that shopping يقوم بالتسوى يتسوى reach يعني يصل لا تأخذ حروف جر reach keiro يصل إلى القاهرة arrive تأخذ حرف الجر in ولكن يأتي بعدها مكان كبير arrive in keiro يصل إلى القاهرة arrive at يأتي بعدها مكان محدود صغير arrive at school أما get تأخذ حرف الجر to get to work يصل إلى العمل peace يعني سلام عكس الحرب أما peaceful يعني هادئ أو مسالم at يعني فيه وتسبق الموعد at 8 o'clock الساعات تسبق الوجبات at lunch وتسبق الأجازات والأعياد مثلا هنقول at christmas christmas at 20 تسبق العمر أو السن وكمان تأتي معا at the moment في هذه اللحظة at dawn في الفجر at noon في الظهيرة at the weekend في نهاية الأسبوع at night بالليل at mid night في منتصف الليل at mid day منتصف النهار أو الظهيرة at mid day in يعني فيه تأتي مع أجزاء اليوم in the morning في الصباح in the afternoon بعد الظه in the evening في المساء إن تسبق فصول السنة تسبق الشهور تسبق السنوات in spring in may in 2020 تسبق القرون والفترات التاريخية in the 19th century في القرن التاسع عشر in ten minutes في خلال عشر دقائق on يعني فيه تسبق اليوم on Tuesday تسبق تاريخ اليوم on June 29th تسبق المناسبات on my birthday في عيد ميلادي وتسبق كمان on holiday في الأجازة on time on duty في الخدمة on a warm day في يوم دافئ وتعالوا في الأسئلة تسبق المناسبة في الخدمة 2- أحمد is a student this means he is calm هادئ and quiet peaceful هادئ أو مسالم 3- you can see a lot of beautiful fish الكثير من الأسماك in the aquarium مدحف الأحياء المائية 4- if you want to see trees and other interesting plants 6- you can go to botanical gardens الحدائق النباتية 5- my uncle is very good at sports جيد في الألعاب الرياضية at handball especially خاصة خصوصا في كرة اليد 6- there was a lot of on the roads this morning so mr. أحمد was late for wake تأخر عن العمل a lot of traffic الكثير من حركة المرور 7- this machine does many things it is very useful مفيدة 8- my city has lots of monuments I like them very much interesting monuments آثار شيقة 9- I can two books from the public library in my area يستعير يستعير برو فروم 10- we have four north الشمال سود الجنوب east and west الشرق والغرب four directions أربع اتجاهات 11- I am interested in animals مهتم بالحيوانات so I love going to the natural science museum متحف العلوم الطبيعية natural science museum 12- Lake Timsa is a beautiful lake peaches around it with peaches around it 13- Rama has red 12 short stories around يعني حوالي around 14- Judy always goes go يليها الفيرب لسعين جي swimming swimming in the pool 15- the night through the city of Banha the night runs يجري 16- Adam to his work late yesterday 2- تأتي مع good good to وصل إلى وتعالي نشوف synonyms and anthonyms المترادفات والمتضادف word الكلمة synonym المرادف internal opposite المضادف تساوي beautiful وعكسها unattractive أو ugly modern حديث new up to date تساويها عكسها old ancient interesting تساوي lovely أو exciting عكسها furing peaceful تساوي calm quiet عكسها noisy famous تساوي well known عكسها unknown puro puro تساوي take عكسها linn بعد كده عندنا حاجة اسمها prefixes البادئات وهي مقاطع توضع في أول الكلمات لتكوين كلمات جديدة suffixes suffixes اللاحقات وهي مقاطع توضع في نهاية الكلمة لاشتقاء كلمات جديدة زي مثلا المقطع full careful careful حريص helpful peaceful useful useful وكمان المقطع ion solution التلوث direction الاتجاه المقطع ive attractive attractive لتكوين الصفة جذاب وكمان المقطع الذي يضف أول الكلمة prefixes اسمه a un unnatural غير طبيعي unusual غير عادي unusual غير عادي choose the correct answer from a, b, c or d اختر الإجابات الصحيحة يمكن أن تستبدل بي يعني تساوي calm and quiet two there are attractive buildings مباني جذابة interesting monuments and lots of gardens the word attractive كلمة attractive means تاني beautiful جميل beautiful three three the word can be the opposite of boring عكس boring interesting شيء you can make an adjective يمكنك تكوين الصفة from the verb use من الفعل use by adding عن طريق إضافة full useful we can form the word peaceful peaceful بنكونها from the noun من الاسم peace السلام to give the opposite of the word natural عكس natural we add the prefix نضيف البادئة unnatural غير طبيعي unnatural غير طبيعي وتعالوا يا شاطرين نتذكر مع بعض prepositions of place prepositions of place حروف الجر الخاصة بالمكان in in on on next to next to behind behind in front of in front of وتساوي opposite opposite under near 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 between 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 on the corner on the corner above 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 وتعالوا الراجع مع بعض عبارات تبين الاتجاهات phrases to show directions turn right turn right turn left turn left go straight on go straight on walk past go past take the first take the second road on the right on the right on the left on the left على الإصار on the corner on the corner على النصير exercises on language تمرنا على اللغة choose the correct answer from a b c or d اختر الإجابة الصحيح one the museum is the corner opposite the hospital the corner تأتي معها on on the corner على النصير two i always go to the park Saturday mornings الأيام تأخذ on Saturday mornings three lunch time lunch time i visit my cousins تأخذ at at lunch time وقت الوجبات four the sports center is the aquarium and where the hospital between بين شيئين between five she usually gets up half past eight الساعات تسبق بآة آة half past eight six Lucy was standing تأخذ on on the right of the picture the right on the right على اليمين seven from the station go straight go straight on go straight on for about ten meters eight i did the crossword five minutes تأخذ in in five minutes خلال خمس دقائق nine they like to visit Luxor winter الفصول تأخذ in in winter في فصل الشتاء two complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets بمعنى أكمل هذه الجمل مستخدماً الصيغة الصحيحة من الكلمات التي بين الأقواص يعني الكلمة التي بين الأقواص خطأ هنستخدم الصح منها أو نصححها when فهذه goes shopping on the afternoon أجزاء النهار تأخذ in in the afternoon write what you do the weekend weekend تأخذ at at the weekend three the library is opposite to the bank نكست بجوار البنك at Saturdays أيام الأسبوع تأخذ on on Saturdays five they travel to the holiday الأجزاء تأخذ on on holiday he is not here ليس هنا the moment تأخذ at at the moment في هذه اللحظة seven my house is on the opposite خطأ off the street corner on the ينفع نقول right وينفع نقول left farmers usually start working down الفجر تأخذ حرف الجر at nine clothes were very different at the eighteenth century تأخذ حرف الجر in ten the bus arrives on ten minutes خطأ تأخذ in ten minutes في خلال عشر دقار وتعالوا نشوف exercises تمرينات عن الدرس الأول والثاني complete the following dialogue أكمل الحوار التالي همزة is asking Ali about the sports center عن مركز الألعاب الرياضي همزة hello is the sports center near from her هل هو قريب من هنا Ali hello ورد عليه it's a five minute walk مشيا خمس دقار إذن الإجابة yes it is yes it is عندي هنا سؤال إجابة السؤال yes walk along this road it's opposite the bank إذن هيطلب منه الاتجاهات نقول له can you tell me the way هل يمكنك أن تخبرني الطريق وكمان علي بيسأل سؤال إجابة السؤال I play tennis ألعب تنس what about you إذن هيسأله عن اللعبة التي يمارسها what sport what sport من رياضة do you play what about you وماذا عنك رد عليه تحت هنا قال له swimming is a nice sport when do you go there إذن هيقول له هنا I go swimming أمارس الرياضة أو رياضة السباحة أمارس السباحة I go swimming I go swimming همزة swimming is a nice sport رياضة لطيفة when do you go there متى تذهب إلى هنا رد عليه بعد كده حمزة قال له great next Monday يوم الاثنين القادم I will be at the club so I can meet you معنى كده انه هو قال له ان انا بروح يوم الاثنين هقول on Monday يوم الاثنين that will be great سيكون الامر عظيمة بعد كده السؤال التاني choose the correct answer from ABC or D we had a nice meal at this last week meal يعني وقبة is an old restaurant المطعم two my father often goes to his village because it is a place a peaceful place مكان هادئ three is a large area of water with land around it منطقة كبيرة من الماء تحاط باليامس lake البحير four منار is interested interested تأخذ حرف الجر in watching english movies five the cafe is on the corner the botanical garden on the corner of سلوب الاضافة six there are lots of things to do here at the weekend especially at the weekend خاصة في نهاية الأسبوع seven you can see trees and other interesting plants at our end botanical garden حديقة النبتان eight the train leaves seven tomorrow الساعات تأخذ at seven nine my birthday is 17th june التاريخ يأخذ on 17th june ten the train leaves five minutes in five minutes في خلال خمس دقائق in five minutes three complete the tickets with words from the list هنأخذ كلمة من هذه القائمة نكمل بها النص peaches kitchens peaceful weekend late I like اسمالية it is a city a peaceful city peaceful يعني هادئ there are lots of things to do there specially at the weekend weekend نهاية الأسبوع weekend on a friday afternoon I often go to lake تمسع lake تمسع بحيرت التمسع it's a beautiful lake with peaches around it حولها شواطن 4 complete the sentences with the correct formulas of the words in brackets 1 I live a small village I live in تعيش في 2 Judy goes to the sports center the afternoon the afternoon on saturday afternoon تأخذ حرف جر in I have tennis lessons 9 am الساعات تأخذ at the shopping center is to the station to تأتي مع نكس نكس بجوار 5 choose the correct word اختر الكلمة الصحية 1 I live in on a small village تأخذ حرف جر in usually visits her grandparents the weekend weekend تأخذ حرف جر a you can't hear any traffic here it is very noisy peaceful peaceful يعني هادئ six write a paragraph اكتب paragraph of about one hundred and ten 110 words on 110 كلمة عن ايه الموضوع بتاعنا اسمالية is an interesting city مدينة شيق وده طبعا موضوع ونص شفناه مع بعض وفي النهاية ما تنسوش like وشير للفيديو وكمان سبسكرايب في القناة لتصل لنا الفيديوهات الجديدة مع خالص تحياتي محمد عزت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته